نرجع لأخبارنا ونروح لكرة السلة سيدات كان عندنا أولى مباراة الدور التاني في الدور الترتيبي في دولة السوبر مع نادي الظهور والمباراة كانت مبارح وتلعبت على صالة نادي الظهور بمدينة ناصر وطبعاً انتهي اللقاء بفوز كبير 80-64 فرقتنا طبعاً من قيادة كابتن طارق خيري بتيجي في الوصفة بعد يعني خسارة بإكسرا تايم من نادي سبورتنج في أسكندرية مش مهم قوي الترتيب المهم تطلع أول أو تاني عشان تتجنب قبل نهاية قوي مع نادي سبورتنج وأول أو تاني وبعد كده هنلعب الأدوار الإقصائية فضلنا ست مباريات فقط من يعني ثلاث أسابيع عشان نخش على الفاينالز زي ما أقول لحضراتكم ثلاث أسابيع يعني احنا بنتكلم في أول أسبوع من رمضان يمكن لأسبوعين الأخرين هنلاقي بقى الفاينالز اشتغلت يعني زي ما قلت لحضراتكم احنا في العشرة متر الأخرى في هذا الموسم بالنسبة للألعاب كلها طيب نتائج الأشواجات الزي الفترة الأولى 24-16 الفترة الثانية 51-31 الفترة الثالثة 65-47 الفترة الرابعة 80-64 ودي كانت النتيجة النهائية الأهل هي لعب الموتش جامعة اليوبلس على صلت الشهداء في فرع نادي الألي الجزيرة طبعا كل التوفيق مهم جدا نمشي في الست مباراة دولة هتبقى أخر مبرامة على سبورتنج على ملعبك ممكن تفوز وتطلع الأول أول أو تاني نفس النتيجة نفس المحصلة مش هتفرق حاجة عشان نتجنب لقاء أو قبل نهاء قوي مع نادي سبورتنج ودي المصلحة هتبقى مصلحة مشتركة نادي سبورتنج عايز ياخد أول أو تاني برضو عشان نتجنب مواجهة النادي الأهلي في قبل النهاء